موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلاً وسهلاً بحضراتكم في كان أبت جاد محدش يتوقعني هذه هي رسالة بطولة الأمم 2023 خارج التوقعات كل من توقع من غير ما أعرف بقى واللي كاتب واللي قال المغرب واللي قال مصر كله يعني فشل في هذا التوقع لأن البطولة مؤخراً من ساعة بتطيح بالمغرب رابع العالم والمرشح الأبرز وقبلوا بتخرج مصر وقبلهم بتخرج تونس وغانا والجزائر والسنغال فخرج جميع المرشحين المرشحين لهذه البطولة عادوا إلى بلادهم النهاردة مالي بتفوز على بوركينا ده كان أمر منطقي والبعض متوقع جنوب إفريقيا بتهزم المغرب بسنائية نظيفة وتطيح بالمغرب خارج البطولة يعني محدش يتوقع هذا السيناريو تماماً يعني إن المغرب تخسر هذه المباراة محدش يتوقعها لو رحنا وشوفنا دور التمانية مستحيل إنه كان حد يصدق إنه دور التمانية هيمشي بالطريقة دي يعني ده كان الجدول ودي كانت نيجيريا بتكسب الكاميرون أنجولا بتكسب ناميبيا الرسل أغدر موريتانيا هنا كده ممكن نقول المنطق مش شوية عند المغرب مامشيش المنطق ناحية تانية مالي بتكسب بوركينة السنغال بتخسر قدام كوتيفور اللي رجعت من البيت ضربات جزاء فأصبح كوتيفور يعني مرشح قوي خلاص الطريق كان سالك الطريق في الحتة دي كان سهل مصر والكنو خلاص طلعنا والسيناريو كلنا شفناه وغنية وغنية الاستوائية غنية بتفوز طريق كان سهل يعني لو تفتكروا لما كنا بنرسم الطريق ده ونقول إنه السنغال هتروح تكسب كوتيفور وتجلنا متهمدة كلنا مروحناش كلنا روحنا يعني هذه هي بطولة كاس الأمم يعني كل العرب خرجوا من هذه البطولة لم يتخطى أحد دور الستاشر وعلشان ما نظلمش موريتانيا فتشكر موريتانيا على اللي قدمته الصمت لغة العظماء الصمت والسكوت لغة العظماء هذا هو شعار اتحاد الكرة المصري خلال هذه الفترة أنا لظروف البرنامج فبطلع يوم الثلاثة ولكن ما فيش حد ما وصلش رسالته لاتحاد الكرة ما فيش حد ما قالش اللي عايز يقوله لمنتخب مصر وجهة نظري هقول أي كلام أنا هعيد في المتعاد هعيد إحنا بنيجي على البيت نغير الدهان ونسيب القواعد أو الأساس بتاع البيت ما بيعملش في حاجة مشكلتنا في الأساس أنا مش جاي أكمل على الناس قالته أنا مستنى أسمع مستنى أشوف مستنى أي حد يطلع يقول لنا قرار الناس كلها مستنية الكواليس اللي عندي هقولها لكم وإنه اتحاد الكرة النهاردة هكلمكو شغل طازة يعني كان فيه فريقين فريق جاي من كوديفور الأساس جمال العلم والأساس خالد درندالي والكابتون حازم إمام وهذا الفريق كان تفكيره كله منصب على فيتوريا وإزاي نمشي فيتوريا بالتراضي أنه ليه شرط جزائي المجلس وهذا الفريق كان يتبنى وجهة نظر أنه لازم يمشي المدير الفني ما فيش تواصل يعني ما فيش تواصل بينهم وبين بعض هو فريق هنا وفريق هناك وفريق تاني كابتن بركات الدكتورة دينا مسافرين الحاجة عامر في اسكندرية أنا بوزع لكم المجلس بالكامل يعني إنه أنه الراجل يمشي بس فيه ناس قالت اللي جابه يمشي يقصد الكابتن حازم إمامي يعني الكابتن حازم تواصل مع وكيله وكيل فيتوريا الأستاذ سامير عبدالتواب بحيث أنه هو يوصل لصيغة الاتفاق بالتراضي بين فيتوريا وبيننا بحيث أن الراجل يمشي حد هيقولي طب والمجلس نفسه مصيره إيه المعلومة اللي عندي إنه المجلس مكمل بعد نداءات الأمس وأول أمس وإنه تغيير لإنه المجلس مدته طبقا للقانون مع نهاية الدورة الأولمبية اللي هي يوم 12 أو 11 تمانية اللي جاي فبالتالي اتحاد الكراء أو المدير التنفيذي من خلال مستاذ وليد العطار يقدر يدعو الانتخابات بعد 36 طبقا للقانون المصري إن انت لا تدعو للانتخابات إلا بعد تقفيل السنة المالية في خلال 4 شهور فيدعو بعد 36 ما عندوش أي مشكلة ويعمل الانتخابات في النص الأخير من أغسطس فالمجلس بنسبة كبيرة مكمل وبنسبة كبيرة إنه مكمل علشان المصاري القانوني لإنه لو مشي اللاي حب تمنح المدير التنفيذي إنه يقعد 3 شهور بس فلو قعد 3 شهور فبراير مارس إبريل هنعمل الانتخابات على 4 شهور عدايق نعمل الانتخابات عدايق فمش هينفع فالمجلس هيكمل بس هيبقى عندنا ارتباطات للمنتخب أنا بحاول أحطوكو داخل مبنى الجبلية بيفكروا ازاي فأنت بالنسبة لك عندك ارتباط للمنتخب في شهر مارس دورة ودية وبعدين عندك مطشين تصفيك كاس عالم في شهر 6 فالمجلس لو هو اللي هيختار طب هيجيب أجنبي طب المجلس اللي جاي بعديه هل إنه هو اللي هيبقى موافق ولا يبدأ يمشي حد ويجيب حد مكانه فهنا اللغبطة جاي من هنا أنا بس عايز مشي فيتوريا كمل فيتوريا جابه مدير فن جديد ما جابوش أنا نفسي يبقى في عين العقل وإحنا بنختار المدير الفنية بمعنى وهنا لو هجيب مدير فني وهاخد الموضوع من على الوش واصرف فلوس وفي النهاية المحصلة صفر فاللي وصلوا دور التمانية أبو بلاش وإحنا بمقاتل الدولارات أو يعني مقاتل ألاب ما رجعنا ما الحقناش حتى ده بربعة عدلات ورجعنا هعرض لكم هعرض لكم دلوقتي رواتب المديرين الفنيين في هذه البطولة لا المفروض نعيد حساباتنا لو هي بالطريقة دي نعيد حساباتنا لأنه مجيش هدفع هذه المبلغ الطائلة وفي النهاية المحصلة صفر رويف فيتوريا هو الأعلى الناس اللي بتقول الجمال بالماضي أهو قدام حضراتكم رواتب مدربة ومنتخبات كاس الأمم الأفريقية رويف فيتوريا في مصر الراتب الشهري بالتحبيش اللي معاه 220 ألف يورو جال لويس جاسي فرنسي 108 ألف يورو روح اللي بعد بيصيره طبعا احنا كلنا هنا عارفينه بورتغال الجنسية ب70 ألف يورو وكان يعني عدية عدية 60 ألف يورو ورابع كاس عالم يعني انت لو حطيته في كافة أصد فيتوريا ببس بقولنا كلمة رابع كاس عالم من غير ما نحط في الكافة هتلاقي رابع كاس عالم طارت يعني نروح اللي بعده هجو بروس طبعا بلجيكي والنهاردة بيصعد 50 ألف يورو وطلع المغرب من البطولة وهو أصلا توج بالبطولة دي على حسابنا في 2017 في الجابون لو تفتكروا ف 50 ألف يورو عفل الناس دي يا جماعة ما لحنا بروح ندور على هي البطولة هتيجي بالفلوس الكتير ما هي فلوس على قد الإيد وفي الحنين وينفع احنا نشتري بها ناس وفي لفس الوقت يعني حتى طالما خسرنا خسرنا ما نخسرش بقى كله ما نخسرش كله يعني اللي بعد اليو سي سي مشروع بيبنور من أول 2013 بدأوا فيه تدرك في المنتخبات عشان في النهاية يوصل بالسنغال يلعب 46 ألف يورو نروح للبعد كريس هويتون طبعا ايرلندي الراتب الشهري 46 ألف يورو ده المرتبات عملت طبعا سباستيان دي سابر فرنسي والرجل ده نعرفه 40 ألف يورو اللي بعده كونغو كاميرون سونج برضو كاميروني الراتب الشهري 29 ألف يورو اللي بعده أنا بس بوريكو أنا بوريكو بيدرو بياخد كان بقى 20 ألف يورو يعني خلاص أنجولا طبعا هتلعب ناجيريا أمير عبدو منتخب موريتانيا هو من جزر القمر طبعا ومع الجنسية الفرنسية الراتب بتاعه أقل من 20 ألف يورو لا 20 20 هنيجي على نفسنا روح للبعد تونس جلال قدري طبعا هو تونسي بياخد 11 ألف يورو طب هو اللي بعد غنيا بيساو بسيرو كان دي طبعا غنيا بيساو 10 ألف يور والله يا كترخير كترخيرك وقدمته مستوى حل إخوان متشا طبعا غنيا الاستوائية أقل من 10 ألف يور ناخد بقى نروح لمن آخر واحد معنا كاب فردي بوبشتة طبعا كاب فردي الرقم ده صح عشان المتأكدين يعني أربعة خمسمية أربعة تلاف وخمسمية يورو والراجل ده إيه كاب فردي صعد هيلعب جنوب بفردي دور التمانية ولو كسب قبل النهائي باربعة تلاف وخمسمية يورو واحنا بمئتين وعشرين لو طلعنا جمال بالماضي برا المتين وعشرين هيجوه بقى المرتبات طلع جمال بالماضي مثلا والركراكي وبيسيرو مثلا فيتوريا بياخد مرتب 11-12 واحد في البطولة 11-12 واحد في البطولة انتم متخيلين ماهيش بالفلوس ولا بالأرقام مش بقى أبو أربعة خمسمية شفت عمل معنا إيه ووصل وديسابرة أبو أربعين شفت عمل معنا إيه وصل ماكملوش الخمسين أنا بس بوريكم طب اتحاد وكرة بيعملوا يدي الوقتي ولا أي حاجة طب المنتخبات اللي المدربين بتوعهم عملوا نتاج مش حلوة بيعملوا يدي الوقتي روحوهم المنتخبات اللي عندها مدربين ما قدموش المستوى المطلوب أهو أهو الله ينور عليكم أقال الاتحاد التنزاني مدربه الجزائري عادل عمروش يوم 19 يناير بعد الهزامة من المغرب خسر على طول بيهزروش أقال الاتحاد الإفواري المدرب الفرنسي جان لويس جاسيه يوم 24 يناير عقب يومين من الخسارة أمام غنيا الاستوائية 4-0 في دور المجموعات وكودفور مكملة فسخ الاتحاد الجزائري عقد مدربه جمال بالماضي 24 يناير بعد 24 ساعة ما بيهزروش اللي بعده أعلن الاتحاد التنزي انتهاء جلال القادري بعد انتهاء مباراة جنوب أفريكة مدرب المنتخب بالتعادل السالبي الاتحاد الغاني نفس الحكاية خلاص بعد الخروج على طول أنتو متخيلين الوضع وإحنا لسه هنا بنفكر هنعمل اجتماع طارق بكرة ولا يوم الخميس لسه فالموضوع احنا هنعمل اجتماع طارق قصة كابتن بركات مسافر قصة الدكتورة دينا مش موجود قصة معرفش مين فين حابت أوضح لكو بس أنه الأمور كيف تدار في هذه الفترة داخل اتحاد الكورة طيب هروح لموضوع تاني مهم علشان بعد الخبر اللي جاي ده هروح لفاصل هكون ضيفي وضيف حضراتكم كابتن احمد حسن عميد لعاب العالم محمد ابو جبل محمد ابو جبل بين يوم وليلة لا نفسه هيوقف للمنتخب وأنه رجع النادي الأهلي والكلام كتر في هذه المنطقة وأنه ابو جبل هل هو رجع الأهلي فعلاً ولا مش راجع خلص الأهلي مش هيجيب ابو جبل أقول لكم معلومات وهكمل في الموضوع النادي الأهلي تفاوضة مع سيراميكا على محمد بساني ولكن سيراميكا طلب مصطفى شبير قفل الأهلي القص رح كاتب بها تقريب وراحوا لعلي لطفي علي موافق وزد موافق وكله زي الفول تبقى محمد ابو جبل الأهلي تفاوض مع البنك الأهلي البنك الأهلي مرحبين جابوا الزنفولي ابو ناءان عليه تم عرض الأمر على لجنة التخطيط في النادي الأهلي لجنة التخطيط قالت بسان بسبب شروط سيراميكا فهذا الأمر مرفوض قالت علي لطفي مشيلي ينكن مدرب الحراس أنا أقول لكم معلومات بيرفض ضم علي رطفي أو أعدت المرة أخرى ماذا عن أبو جبل قاله لا أبو جبل مرفوض سألت هل محمد الشناوي رفع سماعة التليفون وقال أبو جبل ما يجيش اتقال لي لا اتقال لي لا هل كهرباء اتخانق مع أبو جبل في المعسكر فده الموضوع ده المؤثر على الموضوع أنا أقول لكم معلومة دي حصل حصل بس مش خناقة مش زي ما الناس مصورة الموضوع يوم اتنين يوم اتنين في المعسكر كهرباء أبو جبل في احتكاك بينهم بسيط ايه يا جبل ايه يا كهرباء وخلص الموضوع وعلى فكرة هما كانوا مع بعض في ايه؟ مصحاب جد هل تواصل النادي الأهلي مع أبو جبل؟ أنا بقول لكم معلومة ما حصلش هل أبو جبل ليه زنب في كل اللي بيحصل؟ ملوش مدير توفيق على فكرة كان بيقف جون مدير التسويق في الأهلي ممكن يعرضوه الناس عملت حط أسماء وأنا بقول لكم المعلومة اللي عندي أنه الأهلي لو لقى نفسه مفيش انفراجة بكرة أو النهاردة اليوم اللي احنا فيه اللي هو آخر يوم في القيد حتى هذه اللحظة اتحاده كرة لا ينوي المد حتى هذه اللحظة فيبقى هيكتفوا بمصطفى الشوبر وحمز علاء ماذا لو كان المنتخب المصري كسب القنو؟ هل ده كان هيبقى الكورنر اللي احنا زنقين فيه أبو جبل والاتهامات وبعدها عن بقى الفنيات داخل الملعب وأنه بيروح على اليمين بس واللي يخليه يشط دور بالجزاء بالمناسبة معلومة كده وإحنا مشيه حجازي رحل أبو جبل وهم بالعاوة ضرباتي الجزاء قال له لما شاور لك هتشوت لأنه فيه لعبة مش هتشوت مهند لشيه وبالفعل دخل أبو جبل هو السؤال هنا لو أبو جبل كان حطها مكان مهند هروح يشوت يعني لو أبو جبل سجلها كان مهند برضه هيروح يشوت فهو شاط وأخذ أردر أمر من كابتن المنتخد شوت انسوا بقى موضوع ترتيب اللعيبة والكلام ده كله علشان أنا أصلاً عارف أنه في التدريب على ضربات الجزاء ما كانش كله بيتضر يعني فيتوريا ما كانش ده طموحه هو كان رايح واسط مليون في الماء إحنا نبدأ البطولة من دور التبانية اللي في الأول ده بالنسبة لنا سهل فأنا بقول لكم إنه حتى وأنا بتكلم مع مسؤولي النادي الأهلي قال لي أبو جبل مليش زنب أصلاً حنا ما كلمناش أبو جبل أبو جبل لمضى ولا وقع لينا فالناس كلها قالت إن أبو جبل وقع وأبو جبل في النادي الأهلي فطبيعي إن الناس تزنوا أبو جبل في الحتة دي ويبدأ يقولوا لكن هو في النهاية مليش زنب يعني أنا قلت أتكلم معكم في شوات كواليس كده إن شاء الله لحد بكرة معنا كواليس أكتر وحاجات مهمة ولكن النهاردة ضيفي وضيف حضراتكم كابتن أحمد حسن القائد التاريخي لمنتخب مصر وهنتكلم في كل الملفات كل الملفات وكمان في نفس الوقت الكابتن أحمد جاي علشان نحط حلول مش عايزين بقى إيه نشوف مين اللي تظلم مين اللي عبها اللي راحت مين اللي عبها اللي جات فيتوريا وإدارته الفنية لأخطاء الإدارية للاتحاد المصري ناخد تقرير ونشوف رأي الجمهور ومشاركين معنا بعد توديع البطولة ونروح لفاصل ومن الفاصل نستقبل ضيفه وضيف حضراتكم كابتن أحمد حسن جمهور المصرية ومحبي كرة القدم بالأخص عاشوا أوقات عصيبة مع خروج المنتخب من بطولة أفريقيا في أبتجان كلمني زي المنتخب خرج وإيه أهم النقاط الضعف اللي مورينا بيعنا لو في الآخر ما كانش فيه توفيق ظروف المتش محلفتناش إصابات طرد حمدي أبو جبل ما كانش مفق في ضربات الجزاء بشكل معين فما كانش فيه توفيق والطرد أسطر فينا بشكل كبير جدا أسطر على مجردات المتش وهما رجبوا المتش بعد الطرد دوت وما كانش فيه توفيق نروح لنروح ضربات الجزاء وما كانش فيه توفيق شبح الإصابات كان ليه دور النهاردة يعني إصابة صلاح وإصابة كان العقيد أحمد صلاح طبعا فرقت معنا بس الإصابة الأكتر الأسطر طبعا إمام عشور النهاردة كنا محتاجين إمام في الملعب طبعا الطرد كان في توقيت صعب قوي وخلى اللعيبة تلعب عشرة في ظل الضغط اللي علينا طول المتش وبرضو للأسف اللي أقل بدنية بتاعت المتخب ما كانش سعفاء إنه هو يبدأ يشتغل كويس مع تغييق مع طرد كمان بنلعب نقصين واحد فللأسف يعني لو هنتكلم كورة يعني برضو كوره كان هي الأقرب للفوز بصراحة هو منتخب مصر النهاردة زي بقية المتشاط النتيجة دي تعتبر نتيجة عادلة للي حصل في ثلاثة المتشاط اللي فاته إحنا قدام مزنبيق ملعب نشأ أي كورة خالص هدلنا اتنين برضو ودخلنا لعادنا غانا بنفس الأداء بنفس الطريقة بنفس كل شيء بمقدمش كوره وتعدلنا برضو بالحظ النهاردة نفس السيناريو أنت بتلاعب برضو فريق زي الكونغو فريق كلهم بعتمدين بس على القوة البدنية وانت مش عارف تلعب مكور ومصمم على نفس اللعيبة بنفس طريقة اللعب فده نتيجة عادلة للي حصل بس ضربات الجزاء ده حظ جبازكي كان سوبادي يعني مش موفق خالص بس ده ما نش زم انت نتيجة للمدرب مش عارف يدير تلت أربع مباريات بنفس الأداء وأول مرة في التاريخ بتسعد اتنين 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 وجاء انها ده تكمل بنفس الطريقة برضو بنفس اللعيبة اللي انت مصمم عليها شايف الفرقة الافريقية لها طبيعة كرة خاصة مثلا احنا مقدرناش او نجاحنا ان احنا نتعامل معها هم بيتمدنوا عننا وفيه فكر وفيه كرة وبيلعبوا كرة والبدأ نتاحه مع أعلى مننا وبين اول للناس كلها احنا واقعين خالص هو ده المنتوسط جدا المدرب ما عندوش خبرة بالمنتخبات خالص ما فيش اي ترتيب ما فيش ترتيب للموتش ما فيش لعيبة جاهزة ممكن مثلا لعب او اتنين او تلاتة مش اكتر مرموش مصطفى محمد شوية عبد المنعم في المباراة دي قبل كرة ما كانش كويس عدم خبرات من اللعيبة لعيبة جديدة على المنتخب برضو اللي هو مثلا حتة ان صراح ساب المنتخب ومشأة فارقت مع اللعيبة العامل النفسي كان مهم جدا في الموتش ده حاجات كتير الصراحة يعني مش بس على المدرب لقى على اللعيبة على الجهاز على الادارة على الاتحاد على كل حاجة الصراحة يعني مش حاجة واحدة يعني لما تيجي تسلط الضوء لا تضوء على الناس كلها مش على لاعب مش على فريق لا على الناس كلها صراحة شوية في ضغط من الجمهور برضو مؤثر على اللعيبة في الملعب كده يعني لست في حيرة من أمري حينما أقدمه فتاريخه يتحدث عنه القائد التاريخي لمنتخب مصر في فترات كبيرة وفترات الجيل الزهبي وهو عميد لعب العالم وسفير الاتحاد الافريقي لكل فعلياته اللي بتحصل ضيفي وضيف حضراتكم كابتن أحمد حسن عميد لعب العالم منور عبدالباصف حبيبي شكرك طبعا للتقديمة باللغة العربية الفصحة ده أولا بنحاول عشان برضو قيمتك طبعا والله حبيبي طبعا بشكرك عبدالباصف وخليني أبريك لك متقلق وموفق دايما وكالعادة انت الفترة الأخيرة بقى ليك زهور مهم جدا عند الجمهور الناس بقى تحب تاخد منك معلومات ودي حاجة مهمة جدا وكل التوفيق لك إن شاء الله بنمجك وإن شاء الله تكمل وتقصر الدنيا وعايزين نشوفك بقى أيام كدير إن شاء الله إن شاء الله أنا اللي بشكرك عميد وشكرا على دعمك الدائم والمتوصل للكل يعني خلينا أبدأ مع حضرتك إنه بطولة 23 بطولة محيرة صحيح منذ يعني ساعة بيخرج المغرب وبنشوف إنه العرب كلهم بيودعوا هذه البطولة شفت هذه البطولة إزاي من منظورك الغيبة اللي أنا عايز أقول لك إنه من أسهل البطولات اللي أنا شفتها في الفتاة الأخيرة كلها يعني بطولة سهلة جدا 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 لما تجي تبص على كل المنافسين الأكوية العرب شيء يحز إنهما يكونوا خارج البطولة بداية من الجزائر ثم مصر ثم تونس والمغرب كمان موريتانيا تشكر يعني موريتانيا ما نقضيش نقول طبعا لازم نشكر الموريتانيا إنها قدرت إنها تقاتل إنها تبقى موجودة لإني أنا بتكلم على الناس اللي هم حققوا البطولة فعليا قبل كده وعندهم تاريخ كبير في كاس الأمة أفريقية واللي كانوا ممشحين يعني أنت لما تجي النهارة تتكلم على الممشحين هتتكلم هتقول مصر طبعا في الأول هتتكلم هتقول المغرب بالإنجاز اللي كلنا كنا سعداء بيه جدا في كاس العالم من أمة رابع عالم بالضبط رابع العالم في الطولة هي الأقوى في العالم الجزائر نفس الحكاية لما تجي تبص على تونس كمان يعني فاعتقد إني كان نفسنا إن حد يكون طبعا طبعا مصر طبعا هتتوقعت أن المغرب 2-0 مع جنوب إفريقيا هتخلص المباربة هزي النتيجة؟ بص خليني أقول لك أن البطل لازم يتخطى كل المقامة كل الصعوبة أصد يعني البطل لازم كل الصعوبة لازم تحتهم كل الفئة اللي أنت بتواجهها جنوب إفريقيا النهار دا كانت بتعاني ووصلت بمعاناة قدرت أن هي النهار دا تتغلب على المغرب 2-6 كودفوري اللي جاية من الإنعاش من البيت من الإنعاش يعني كانوا في الإنعاش خلاص النهار دا بتقدر مباح بتتغلب على السنغال حامل لقب والفيق المؤشح الأول كان السنغال بالله دا اللي احنا شفناه السنغال طريبا من الفاق اللي إلي أول وصلت 9 نقاط بالزبط هي اللي وصلت بالزبط 9 الوحيد فإحنا بنتكلم على بطولة عجيبة بطولة غريبة اللي حزنك بقى أكتر إن كانت فرصة مصر لتحقيق البطولة دي بنسبة 90% كل السكة كانت مهيئة لك طريق سهل كل السكة كانت مهيئة لك ما تيجي تبص انت لعبت الكونة لخوية جدا هتقابل غنيا هتقابل غنيا هتقابل كودفوري هتقابل كودفوري وفيقيق ما يعطباش من الفرق القوية يعني عنده آه عنده لعيبة كويسة وبيلعب على قرده وسط جمهوري إنما تقدر تتغلب عليه وغنيا الاستوائية كثبت أربعة ومشت المدير الفن بالضبط كده يعني في فضيحة ومعما حصلت النفاق على أرضه من الفئة الكبيرة إن يخصى في في التصفيات أو في النهائيات ربقى حصلت على أرضه مسألة يعني مسألة ده الشيء اللي حزنك وده الشيء اللي خليك إن أنت حزين للخيج اللي حصل ولكن ولكن خلينا نكون وقعي بعد الموباياة الأولى وبعد الموباياة التانية وبعد الموباياة التالت كان شيء متوقع آه كلنا كنا بنسند منتخبنا وكلنا كنا وقفين جنب منتخبنا وكلنا كنا بندعم المنتخب إنما أنت بان عليك الحزن يعني أنت بان عليك الحزن الحزن ده من لعبة ولا من جهاز فني ولا من إداريات عشان عايزين ناخد الأمور واحدة واحدة بص خلينا أقولك على الحاجة أو مش مسألة أكيد طبعا حزين أكيد حزين لأن أنا أنا حاس بص الدنيا مش هتنتهي ومش هتوقف وإن شاء الله مصر يتحقق بطلقات في المستقبل بإذن الله ولكن أنا الحزن بتاعي على حزن الناس نفسها لأني أنا واحد عشت زعر الناس في وقت من القرات وفرحت الناس ولحد ما يمكن الفترة الأخية اللي هي كانت الفترة العصر الزهبي هي كانت كلها فرحة تتكلم 2006 2008 وعشرة وخد في وسطها كس العلم للقرارات المطشط العبناء حلوة قدام البرازيل وإيطاليا فحالة أنت كنت عامل حالة حلوة للناس الناس كانت متعشمة أن هي تفح أسبوع أو العشرة يوم كمان أن أنت تلعب بالضوء الثمانية وبعد كده أما تدخل بقى في 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 ضوء الربع يبقى نشوف بقى حلها بعد كده كان الناس متوقعا أنه بعد المجموعات ففي بداية جديدة بقى من دور 16 اتفاجئنا بمبارة الكنو بالزبط ولكن الثلاث مطشاط اللي أنت لقيتهم أنت كنت بتساند بس من جواك أنت مش متاح لا فنيا ولا الهوية بتاعتك موجودة عشوائية في الأداء مدير فني كلنا حسينا أنه قدى مبارات كتير كويسة في المبارات الودية والمبارات العرب تصفات كسرة إنما كلها ما كانتش فيها الضغوط اللي هي شفناها بكسر الأفريقية اختيرات سيئة جزء من العدلة مش موجود في الاختيارات كل دي حاجات في الأخر مشاكل داخل المعسكر صلاح موجود صلاح مش موجود صلاح حيحة صلاح القصار بتاعته قوية صلاح القصار بتاعته مش قوية كل دي حاجات تهز استقايا المنتخب والقبل كده كمان فحالة الحزن اللي احنا موجودين فيها لإني زي ما بقولك كانت طولة سهلة كانت طولة سهلة للعيبة النية تحقها أو على الأقل توصل للنية تلعب فيتوريا من بداية القايمة أخطأ فيه خلينا أخد فيتوريا ونروح للشق الإداري بعدين ولكن فيتوريا كمدير فني هل إحنا إنت متفق معايا إنه اللعيبة مع لهاش زنب في هذه البطولة لأنه أنا كنت بحس إن اللعيبة فيتوريا بيشقيهم في الملعب الخطة مش على قد كانت لعبتنا هل متفق معايا في هذا الأمر في البداية بص يعني خليني خليني هي هي جزء طبعا الجزء الأكبر يسأل عنه فيتوريا أكيد وفيه جزء يسأل عنه اللعيبة لأنه فيه وقت من الأوقات أنا دايما بقول إنه فيه أجال بتصنع مداربين فالنهار ده اختبارات فيتوريا من الأول وخليني أنا لما أتكلم معك أنت عرف إن أنا صحيح وما عنديش وما عنديش وده الوقت اللازم وفيه الصراحة لأن كلنا كلهم كلهم أخواتي وكلهم بس نحن نتكلم في الصالح العام النهار ده راجل وهو في اختياراته أولا أنا دايما بقول إن العدلة بتجيب توفيق يعني دايما لما بتكون عادل بتلاقي التوفيق بيلازمك ودايما لما بتكتهد تلاقي التوفيق بيلازمك أحمد الشناو بعيد وكان عنده أصابة ومع ذلك كان موجود وراجل خده بناء على إيه بناء على الصقة مش بناء على إن هو جاهز أو مش جاهز أحمد فتوح لا ما هو مش هنعدي بقى يعني أحمد الشناوي خده فمكانش ينفع وموجود يبقى مين مكان كان وضع نظرك فيه بسام الناس عالت بسام الناس عالت عواد بص عواد بسام جنش أي حد بيلعب وبيش يكون متقلق أنت النهار ده بتتعب ليه أنت بتتعب في شغلك ليه عشان توصل للبعد كده بالزبط أنا بشتغل النهار ده وبكتهد علشان ألعب للمنتخب الجاهزية اللعيبة يعني دايما أنا بكتهد وبتعب آه طبعا بكتهد وبتعب عشان ندية وعشان العائد المادي إنما في النهار بقدو فيه منتخب أنا عايز أبقى موجود فيه فاللو إحنا النهار ده أنت خلاص فيه ناس معينة أنت هتاخدها يبقى خلاص اللعيبة ما اتتعبش نفسها وصل رسالة أنه المنتخب مقفول على ناس معينة بالزبط كده آه فإحنا بنتكلم على الشناوي صبحي الشناوي الشناوي لا خلاف على أنه الشناوي حيسم الحراس الموهوبين ولكن هو مصاب بعيد صبح إحنا كنا بعض في الأمورات صح الشناوي إنت شوفته سخن لأ كان عاد على الدكة لأ ما كانش عاد على الدكة بالزبط يعني معنى ذلك أنه مش جاهز وهو لم يكن جاهزا من معلومتي يعني غير قبل البطولة بيومين وكان برا القايمة داي وقبل البطولة بيومين ده اللي هو لسه هينزل آه مش يعني تدريبات جماعية لسه يعني عشان ما ناخدش وقت في الحاجات يعني إيه محمد صبحي نفس الحكاية تمام بجلمش في الملعب موقوف بقى له أربع شهور ما بلعبش في نادي الزمالك بعيد ما بيطمرنش ومع ذلك انت خدته واعتمدت بعد كده على أبو جمل مش محمد صبحي أحمد فتوح نفس الحكاية تمام آآ طب ما حد برضه هيقول مين بديل أحمد فتوح هل نروح لمحمد شكري آآ وانت وانت عندك قبل كده ما حصلتش اكتشافات في بطولات قبل كده في العيبة كتير قوي حصل هو كروش النهائد لما جاب محمد عبد المنعم وجاب حسين فصل وجاب وعمر كمان وجاب مروان وجاب وجاب مروان وجاب وكل دي اكتشافات آآ عليش عنديش مشكلة عندي محمد حمدي حمدي وعندي آآ ممكن شكري محمد حمدي أمبي برضه لا يعني أقصد 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 أني 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 اللعيب اللي يجليه في الملعب هو ده الأهم بالنسبالي فتوح لعيب كبير لأ خلاف أنا أنا فتوح من لعيبة اللي بحباها جدا جدا ولكن ما عندوش الجهزية والدليل على كده أني لعب شوت رجل مش قادر ياخد نفسه في الماتش الأخير لعب شوت تاني وطلع مصاب ما بين الشوتين لأنه مش قادر نفس الحكاية نزف فأنت ظلمت يعني ظلمت واحد وفي نفس الوقت أنت واحد عنده الجهزية أنت باخدتهش فدي 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 جزئية العدالة تمام الدفاع في مشكلة غير طبعا طبعا اختياراته في التشكيل بايدو فيها مشكلة من أول لقاء لكن أنت عندك واضح أن أنت عندك مشكلة دفاعية وعندك مشكلة في نص الملعب فيها أزمة اللي يعني بايدو اللي هي المفروض يعني دايماً بلعب بنص ملعب قوي لو أنا عندي مشاكل دفاعية ليه؟ نص الملعب دايماً بيدايل عيوب الدفاعية فده حتى ما كانش موجود في الماتش الأولان والماتش تاني يمكن بدأ تصبط ماتش تاني بس كنت خلاص فلات أنت الثقة بدأت تهتز منك لأن دايماً إحنا بنقول إيه؟ البداية القوية بعد كده أنت بتبدأ يعني إنت ليه النهاردة كاف فيدي مثلاً هو عيس الأرض اللي يعبوك في الماتش الأخير وهم بسبعة احتياطي ليه؟ هو يجل خات ست نقط هادي بلعب بعصاب هادي ما عندوش أي توطر كده كده مش فاقة بالنسباله فيعمل كده ماشي زي الهداف الهداف لما بيجيب جوان يجيب جوان عطول يجيب جوان فتلاقيه تغبط فيه وتدخل خلاص هي ماشي معاه بالزبط فأنت صعبت الدنيا بالماتش الأولاني والماتش الثاني من خلال تشكيل غلطه ومن خلال من خلال ناس أنت ما بتختارش صح فبنان عليه حصل الهزة اللي حصلت في الماتش الأولاني والماتش الثاني والماتش الثالث وبساطة ربنا إن إحنا دخلنا بهدف موزنبيك في غانا اللي هو الهدفين اللي جمت في ديئة 91 و93 تمام بس عشان ما نطش المحور ده إنه أحمد حجازي وعبد المنعم كان هما اللي بيلعبوا أنت كان عندك مشكلة في وجود الاتنين مع بعض كان عندي مشكلة إن إحجازي ممكن ما يكونش جاهز الجهازية الكاملة طب أنا لو حجازي جاهز مش الجهازية الكاملة بتاعتي ومش متطمن قوي يبقى أنا أحط واحد كواه في نص الملعب ما يبقاش النين وممكن ألاعب النيني تمانية يا يمين يا شمال إن ما لازم أحط واحد قدامهم بلغة الكوة كده هو اللي بيمسح المنطقة دي اللي برمت قد بالضبط كده واحد لازم يكون عنده قوة لازم يكون عنده قضاد واحد لازم يكون عنده استخلاص تحمات بالضبط كده ده مين اللي يقوم بالضغط ده يا كان طريق حامد يا ما أنا أعطي زي ما أعمل لازم يكون موجود من بداية من بداية أول مر ده ما حصلش فبالتالي انت بقى أنمني عندك حجازي بقيت كل دي صغرات فيها مشاكل مش عايز أدخل في تفاصيل اللي هي يعني أنا أقصد إن دي من ضمن الحاجات اللي هي أنت بتبني على سن غياب العدل هو اللي أثر على صحيح فدي من ضمن الحاجات اللي كانت مسبب لنا أزمة فعلا بقى بعد كده الهوية بتاعتك مش موجودة إحنا هويتنا يعد بسط منتخب مصر دايماً هويته إيه؟ المختلفة عن كل المنتخبات الأفريقية الروح والشخصية بالزبط كده الروح والروح والشخصية والهربة بتاعت منتخب مصر لأن تا كل الناس بتعمل لك حساب مصر فأسوأ حالتها وإنت رايح البطولة الناس بتحطك مصنف إنك إنك تحصل على البطولة مصر كانت موجودة في التصنيف ولا مش موجودة إنك تحصل على البطولة دائماً مرشح أول كمان بالزبط كده مرشح على طولة فبالتالي إنت فقط الهربة بتاعتك أو فقط الهوية بتاعتك اللي هي الروح العلي إحنا مشوفناش من أول مطشق بقينا نشوفها على فترات ونشوفها على فترات إيه بقى اللي هي حاجات داخلية من بعض اللعيبة مش من كل اللعيبة بإني إنت النهار ده مثلاً إنت عدت المرحلة الأولانية عدت المرحلة التانية إحنا قلنا لما راحنا قلنا الجو والأجواء واليوتوبا ودائجة الحرية والكلام ده كله ما انطلحها بفتر كل ده موجود وكل ده عدنا به ما تطلع بدي شوي طلع بدي تالي طيب بعد خمس تيام زياد ست تيام زياد سبعة تيام زياد ده هقعد هناك يعمل معاصر يعني موضوع الرطوبة في 2008 أو 2010 مرته بنفس الأجواء طبعاً يعني دي مش حجة وإن هو طلع عليها كل المنتخبات العربية مش مسألة حجة هو موجود بس إنت عشان تكون بطل ما إنت لازم تتغلب على كل الصعوبات دي كلها ومالها تبقى بطل إزاي؟ طب ما إنت في البطولة الأخية اللي كانت في توجو؟ الأخيرة دي في الكاميرون اللي هي 21 الكاميرون ما كانش فيه وطوبة كان فيه وطوبة مش كنت موجود؟ كنت موجود ووصلت نهائي ليه؟ علشان كروش لعب على قد مكانات العينة بتاعك وديه النقطة اللي أنا هتكلم فيها تاقي أنا النهار ده شايف أنه أنا عندي مشاكل دفعية وجا فيه ست أهداف في الأضواء التمهدية هو أنا عيب أن أنا غير طريقة اللعب وألعب بتالتها فين المشكلة؟ أن أنا ألعب بحجازي وحطه قدام رياسة بريم محمد عبد المنعم وأقفل الحتة دي عشان أنا عندي مشاكل فين الأزمة في كتب؟ وأن أنا ألعب عندي بقى عندي سرعات كويسة عندي مجوش سرعات كويسة وعندي تريزي سرعات كويسة وعندي مصطفة محمد رجل بيقاتل بشكل كويس وألعب باتنين في نصف ملعب بشكل كويس وطيّر الجناحين بتوعي أو الباكين بتوع طيّر فإنت مصمّن برضه على نفس الشكل لأنك إنت مش مذاكر كويس إنت مش محضر كويس كابوديفني فبالتالي ده 14 مطش اللي قبل البطولة ما يشفعوش لفيتوريا أنه هو وقف على الخط في هذه البطولة أنه يبقى وقف على عيوب ومزايا لعبته يعني ده 14 مطش ما هو اللي إحنا اكتشفناه أنه يجل لا مش عايف لا مميزاتنا والعيوبنا في البطولة بس أنت مكسبتش مطش في 3 مطشات أنت 4 مطشات عدولات مفيش مطش أنت كسبتو أنت جي فيك 6 أهداف ودي أنا معرفش إسأل فعيلة عدد عندك إحنا نتقلب يعني أنا معرفش في 7 في 4 مطشات 7 مطشات أنا بتكلم في 7 أهداف أنا معرفش في البطولة ده أنت لما كان بيجي فيك هدفين أو 3 ده أعتبر عدد كميز ما قلناش بنجيب كتير بس ما كانش بيجي فينا بس ما كانش بيجي فينا أهداف يعني أنت بتاع تقفل بشكل كويس بص خليني خليني أقول لك أني أني الخيوك ده كان يعني شيء طبيعي وكان متوقع بس ما كانش ممكن على حساب الكنو يعني يعني كان ممكن إيه تعد دولت كمان أنت شايف حتى لو كنا خدنا البطولة فإحنا عندنا سلبيات لا هو فيه سلبيات هو أنت بقى لك فترات طويلة أو عندك سلبيات وما بتحسنش من السلبيات دي كلها أقول لك على حاجة من الحاجات اللي هي عشان ندخل إحنا لازم بص اللي فاد ده كله إحنا خلاص إحنا مش عايزين نعيد ونزيد فيه الفنيات مفيش مشكلة بس قبل ما عدي الفنيات فيتني اللعبة لازم أسألك عليهم إنني مظلوم وإنه كلام السوشيال ميديا وإنه إنني إنني مش شايف وإنت لعب خط وسط من أعظم اللي عمين اللي جون في تاريخ مصر في هذا المكان يعني شايف إنه إنني مظلوم مش مسألة مظلوم أصلاً عايز أقولك مديف فل النوايدة بيلعبه هيجي يقوله مش هلعب ولعيب عايز يلعب بس تختار البوزيشن الصح ما تحطوش في المكان اللي مزهوش بشكل كويس وتيجي بعد كده تلقوم على اللعب ما هيعمل إيه إنني يعني أنت نقدم لعبه ستة قدام الاتنين الاستبيات اللي موجودين عندنا أزمة في الحتة دي فبدأت العيوب تظهير أكتر فخلاص إنت إما هم مش زنب إنما 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 فيه طبعاً طول الوقت الناس انتقادات للنين موجودة موجودة طبعاً انتقادات للنين إنما هو زي ما بيقولك أنا إنني قدراته إن أنا استفيد به ممكن كتماني ما استفيدش به كستة يعني ستة زي ما قلتلك محتاج موصفات خاصة بالزبط كده عايز واحد قوي عايز واحد بيانقض عايز واحد بيستخلص محتاج حد يقدر يقوم بالضوء ده مش هيعملها كويسة صعب نوصل للسلسية اللي هي بتاعت مع حفظ الألقاب طبعاً أحمد حسن حسني عبد الرب ومحمد شوق صعب التلاتة يعني أنت بتتكلم شوقي هو راجل اللي كان زي ما قلت لها كده هو راجل اللي كان بيقوم بالضوء بتاع اللي هو بيلم ورانا كلنا بيلم كل مشاكلنا يعني حسني بيطير خلاص ما عندكش مشكلة شوقي وقف بتطمن ما عندكش أي مشكلة خالص أنا بطير لقدام شوقي وقف بيلم بيلم الأزمات والمشاكل دي كلها بتاعت ومع ذلك إحنا كنا نلعب بتلاتة كنا نجي بلعب اتنين إحنا كنا نلعب بريم سعيد في 2006 وكان قدامه عبد الزراء السقق وقل الجمعة في 2008 كان هاني سعيد وكان قدامه فتح الله وقل الجمعة وفي وقت من الوقت كان ببدل في الأخ الشادي بقى موجود في 2010 هاني سعيد وقل الجمعة وكان معاه بعده موجود فتح الله فأقصد إنك إنت ده إنت كمان باللي إنت قلتهم دول كلهم وكنت بتأمن كمان بتأمن بخط الضهر بالضبط بتعتمد على اللعيبة التانية بس إنت كان عندك لعيبة عندها حلول إحنا عندنا الحلول قليلة يعني إنت بتتكلم باكي مين كان أحمد فتح أو محمد حل بتتكلم ناحية الشمال سيد معوض حل بتتكلم في نص الملعب حسني محمد حسن حسام غالي شوقي حلول قدامه مابوتيكة حل زيدان حل متعب حل عم زكي حل جده لما جي حل عمد متعب حل تتكلم الحلول عندك في كل منطقة واحد بيحللك أزمة إنما أنت عندك الحلول هنا قليلة تعال بقى خليه ناخدك في حاجة مهمة في 2006 كام واحد من جيل منتخب الأول كان موجود مع المنتخب الأول كنت كان كام واحد معاكم أحمد فتحي واحد عمد متعب اين شاوي وحامو محمد عبدالوهاد ثلاثة عم الزكي شاوي كان اللي قابله وفتحي شاوي كان اللي قابله وفتحي وعدنا فتحي وعدنا فتحي وكان إحنا قلنا عم الزكي وعمد متعب حسن عبدالرمبو تكلم خمسة منتخب الأولمبي كانوا بي مسلمين إحلال وتجديد بيتم إنت كام واحد النهار ده من منتخب الأولمبي موجود بالعب العلفي الأول ولا واحد ودي خلي بالك ودي مصيبة يعني أنت المفروض أن أنت بتبني أجيال جاية ده مش موجودة بص علشان أنا هاجي أتكلم وهتيجي تسمع مني كلام حل وغير هيقعد يتكلم وده هيقعد يتكلم الكلام ده بتعاد بقاله خمسين سنة بزا كل مرة تخلص البطولة أو يخلص أي يعني سقوط أو فشل بنتطلع نقول تغيير الأجهزة الفنية بنتطلع نقول كذا كذا إقهالات تحت كورة بشوف أنه ده كله أصلا يعني إحنا بنشتغل نقش بس من بر عشان عشان نلخص القصة دي كلها بس عشان إيه ما نبقاش نوع ده إحنا منين نعيد ونزيد في كلام ما لوش لازم لأني زي ما قلت لك أسهل حاجة كلام وكلنا بنتكلم تمام كلنا بنتكلم وبنتكلم حلو وبندي حلول وبنقصد وبنقول وجد نظرين وكلام إنما الحلول إيه هو ده المهم الحلول علشان نخلص من القصة دي كلها أنت مش هتحل على المدى القيد هتحل على المدى البعيد المدى البعيد ده إيه إنت عندك اتحاد كويان نريد أفضل له كم شهر هيخلص سبعة سبعة هلقوا الناس يكملوا مهمتهم وتبدأ من دلوقتي إحنا في شهر هنكم دلوقتي في واحد صح؟ واحد خلاص بينته نبدأ في فبراير تبدأ الناس المسؤولة تبدأ تشوف مين اللي جاي واللي جاي ده جاي بخطة إيه ويحط خطة مستقبلية على الأقل أنت بتتكلم لثمان سنين اللي جاي يربع سنين يكمل بعد كده إما يكمل الثمان سنين إما اللي جاي بعد هو اللي يكمل الثمان سنين بس وإنت بتختار لازم تختار صح وإنت بتختار إلا أني كنت القدم مش مجنط لعبة الناس بتلعبها كنت القدم أصبحت صناعة صناعة واقتصاد بالضبط كده صناعة يعني هي ذات أهمية إحنا اللي لسه لحد دلوقتي شايفينها هواية شايفينها لعبة الناس بتتزدية وتتسلوا يلا ويقلبوا الكلام ده لأ قدم أصبحت صناعة الناس من حوالينا بتجن وإحنا إحنا حتى ما بنحبيش إحنا مش عايفين نحبي ودي مصيبة فإنت لما تيجي تختار لو سمحت لو سمحت سيبك من أحمد حسن وسيبك من العيب تكاس نختار صح يا عم أنا أنا ما يقولكش أنا ما ليش علاقة بالموضوع بس نختار صح نختار إنت النايد عندك فنين يبقى الفنين ياخدوا الجزء الفني عندك ناس تسويق يبقى أجيب الناس بتاعة التسويق عندك ناس تخطيط أجيب الناس بتاعة التخطيط إنما مسألة مع احترامي لكل الناس اللي موجودة طب لو اتكلمنا برضو على الجزء الفني فموجود اتنين من أهم الأسماء برضو في تاريخ الكورة المصرية كابتن حازم إمام كابتن بركاته هم مسؤولان عن التعاقد مع فيتوريا بإجماع المجلس يعني ولكن دي ناحية الفنية وفي النهاية تم تسليم الملف لهم هل انت شفت هو تم تسليم حازم مش الملف من كبن أعضاء مجلس داي اتحاد الكوة هو تم تسليم حازم إمام الجمهور قالك هو حازم المسؤول يعني مسؤول وانا النهاية لما نكون تسعة والعشر عدين على طريقة وانا جيت هو حازم قال إيه جاب مديفني رجل كويس مش كده لاسى دفاعنا الحازم لأنه أكيد طبعا فيه أخطاء من الكل بالزبط ولكن انت النهاية حازم النهاية لما جيه طريق مديفني والمجلس كله قاعد فأهم مفوضوه باستخطاء مديفني والقرار كله صوت والمجلس كله صوت على قرار والمجلس كله صوت على قرار فانت النهاية ده ليه انت شايف اني حازم هو المسؤول عن اختار المديفني طب ما انت كنت موجود ابدأ اعتراضك لو انت موجود لو انت شايفه مش مديفني كويس قول مش موجود طب ما هو دلوقتي وانت بتاخد القرار انت ان هو يمشي ويراحل كلهم بيصوتوا على القرار صح؟ اه بالزبط كده فانا القصة مش قصة حازم لوحده ولا براكات لوحده لاني انما انا 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 ضد كمان انه رقم اللي جيبيه بتويا مش ضد مش ضد رقم كبير جدا لاني قبلها كمان واجل ما اعتقدش انه كان بياخد الارقام دي بس خليني اقولك ان النغم دلوقتي كمان اللي شغال ايه اصل حازم اما هو اللي اختار اصل حازم احنا اللي كنا مكلفينه بالملف اصل حازم ولو كان المنتخب حق نتائج كويسة كان الكل هيقف مش كده بالزبط وكان الكل هيتصور انما دلوقتي هو بقى حازم المسؤول واحد ما هو ده ده عادتنا هنا انه النجاح الف أب موجودين الفشل بقى يتيم تمام فيش ولا أب ولا أب فانا بس انا بس زي ما قلتلك هو الملف مش يتسلم هو حازم اللي تسلم للناس انه هو اللي اختار هو كده ويعني راجل يمكن كان في الأول بيحاول ان هو يعمل أفضل حاجة موجودة لان في الأول وفي الآخر باقي باقي بس خلانا تفهم فيه أجيال صنعت مضايبين فالجزء الواحد ومش مديف فني باقي باقي فقط لغير الواحد بالزبط انا معاك انه مديف فني ضعيف مديف فني شخصيته طغط على اللعيبة في الملعب من خلال اختياراته من خلال تغييراته من خلال التشكيل وتغييراته نفس الحكاية مش جاي مش عايف ان هو ازاي يلعب بامكانات اللعيبة اللي موجودة معاه انما في الأول وفي الأخر فيه جزء بايته هو جزء العيبة عنش ما فيش المعادة مديف فن مديف فني مثلا انت لو انت عايز تبزل مجهود أقو لو انت عايز تلعب بروحال لو انت عايز تضغط مش عادي هيمنعك لو انت عايز تكمل عجون وجيب جون وفيش مديف فني هيقولك شوفنا ده في الأشواط التانية شوية قدمنا بالضبط فيه لقطة في المطش كلكم جبتوها طبعا لقطة اللي ست العيبة وقفين بيشور بأيديهم في رمية القوت دي العيبة خبرات كلها كل واحد فيهم على الأقل على الأقل لها تلت بطوليات أفريكية كلها انت احنا وقفين احنا وقفين عشان قوت طب حتى وإحنا بنعتقد نقف ناخد البزيجن بتاعنا فكلنا بنعتقد ونعمل القوت أساسا البروتوكول بتاع الفيديو تكنية الفيديو مفيش فيه رجوع هو مغد النظر احنا كلنا ليه بنعتقد على قوت يعني مش حاجة مؤسسة لينا نقف نقف صح فدين دلت فبتدل على ان في في لغبطة كتير موجودة تغييرة بتاعة مرموش ومحمود حمادة عايزة روح لمحمود حمادة برضو أتكلم عليه وفيتوريا بعمل التغييرة من الدقيقة 74 نزلوا دقيقة 82 متخير الوقت 8 دقيقة علشان ينزل اتنين لعيبة أنا بشوفهم دار التباكي واضح قبلها مصطفى فتحي ينزل مكان محمد صلاح وفضل دقيقتين فبنخسر تغيير مصطفى ينزل أنا قلتلك هو المدير الفني ضعيف ضعيف راجل قبل المطش بيوم الناس كلها بتقولك احنا جهزين احنا عايزين ننزل نقاط اللي احنا قلتلك الأجواء ولقينا البلد صعبة والإقامة صعبة والكلام إقامة ايه وبتاع انت من طريق أفريقيا تتوقع كل حاجة بعد كده انت النهار ده محمود حمادة وما احترامل محمود حمادة والله ما الواحد عايز ان هو يسيء لحد بس انت محمود حمادة حد انت لقاء تنزانيا الود اللي تلعب هنا قبل ما نسافل ما لعبش ما لعبتوش دقيقة طب انت منين انت اللي بتقارب بتاعك جبته ان هو يلعب المطش ده وانت كمان ايه مغلوب يعني منزل لعيد هو يعني كان الله فعون الولد يعني يجلي بتخبط في بعض من كنته الخوف كل اللي جات له اللي هو وواضح ان هو لان دي لان دي بقده خلي بالك احنا بقده من مشاكلنا هو احنا الاحلال والتجديد اللي عايزين نعمله برضو انا مش باجع على محمود حماد بس انت ضم لعيب يعني هو لما ضمه كان 29 ونص دلوقتي 31 سنة هل ده في قاعدة الاحلال والتجديد من تجديد محمود حماد هو ما بيلعبش طبيعي مش هيلعب كتير وفين الاحلال والتجديد عبدالس ما انا بقول لك يعني هل ما هو مش من تماشي بمع الكلام اللي حاج بتقوله احنا من ايام برادلي وجل المنتخب بتاعك كابتن شاوي غريب وتتوالى الكوبر على اجيري على كابتن حسام البدري كابتن اهاب جلال سبعة تمانية عناصر موجودين ما بيللقش هيلعب من اي منتخب قلبي بالزبط وهنعمل الحلوة تجديد ما هو ده اللي انا بتكلم فيه عشان كده انا النهار ده جيت قلتلك انت فتوح معاك وشايفه العيب كويس وكلام ده وكده تمام طب يعني ما هو يعني في واحد تاني ممكن ياخد فرصة ويبقى موجود ويجيبه سنه صغير ايه المشكلة خلاص يعني يعني ما واحد يكون اجهز افضل محمود حمادة نفس الحكاية انا ملومش على محمود حمادة واحد المدير فاني قالك تعال انزل لها هتقول له مش هلعب ابدأ طبعا احمد سامي الناي ده انت كنت واخده معاك ولما الناس قالت لك ليه احمد سامي وليه مش ياسر بايم وكلام ده كده قلت انه واسعة السوسية فحاجات كلها انت تستعجب لها وتستغيب لها يعني انا عايز اقول لك الحاجة انا ما عنديش مشكلة ده قريب مجلس ادارة انما انا بالنسبان لو انت بتسألني فيتوريا يبقى امي احمد طبعا احمد يمشي باللي احنا شوفناه ده طبعا طبعا لازم احمد طبعا ما ينفعش يستمر انما ظلمنا كيروش مليون المية مليون المية انت راجل النهار ده كيش كان بياخد كم عبسط كيروش في بداياته كان سبعين سبعين يعني حتى لو كنت زودته كنت هتوصله كان تسعين مية مثلا فيتوريا بياخد كن لأ فيتوريا بالناس المساعدين اللي معاه انا بقولك معلومة غير اللي بتاقل كله بعد الضرائب مئتين وعشري طبعا خليني يعني الجزء اللي انت اتكلمت فيه ده نرجع نكمله بعض الفاصل نرجع نكمله بعض الفاصل فاصل ونرجع نكمل حوارنا الممتع مع الكابتن احمد حسين ورجعنا لحضراتكم مرة تانية مع الكابتن احمد حسين وكنا بنتكلم على انه يعني فيتوريا والمرتب اللي بياخده وانه اتحاد القرى كان رافع شعار ترشيدا للنفاقات يعني صحيح شفت الموضوع ده ازاي طيب انا انا النهاية ده لما ماشيت كروش وكرش من يعني صحيح هو بقى عايف انت ايه عايف مكاناتك ايه وبيلعب عليها وزي ما احنا قلنا كان بياخد سبعين الف فبالتالي انا لو انا مشيته علشان مؤتبه عالي ولا عشان هو يوجد قال لك انا مش في ناس مش عايزة تتعامل معاها فلما او ولا عشان كان اللي جايبه احبج مجاهد فبالتالي لازم نمشيه وانا اعتقن ده كان ده كان السبب الارجح انه او السياسة دايما في التحاد القرى ما بيبنوش على اللي قبل لازم ابدع على نظافة يعني كان تنشاوي غيب كان موجود منتخب الولمبي مش كده بالضبط كان بياخد كم كان بياخد 52 الف الولمبي صح كان بياخد 500 لما صعد اولمبيات وبعد كده يجع التاني لما مسك المنتخب اللي هم بالجديد اخد 52 الف جنيه مع برضو المهندس احمد مجاهد ومشي بنفس السبب مظبوط واحتجبت المكالي بكام يعني خمسين اقول خمسين في الاول خمسين في الاول اه بعد الضرائط طيب يعني انا بمشي واحد كان بياخد 52 الف جنيه عشان اجيب واحد اديله 50 الف دولار وبمشي واحد بياخد 70 الف علشان اجيب واحد اديله 200 الف دولار لأ وكوش كان ناجح معاك مش ما كانش ناجح وكل مشكلته زي ما يقول لك ده ان اصلي احمد مجاهد اللي كان جايب فلأ ملاش يا عم انا راجل لو راجل كويس ومشي كويس فين المشكلة فين الهزمة تبعيني ايا كان وده برضو ما بيتمشاش مع الوضع الاقتصادي للاتحاد الكورة في مشاكل طبيعي حلو حلل كل يعني ولكن انه تجيب حد وتطلع وبالدولار وتمشي مصريين وفي النهاية المحصلة واحدة صحيح من ضمن الحاجات يعني خلينا بقى اكيد هتبدأ تفكري دوقتي في مضيفة اني اجنبي واكيد هتسألني سؤال هتقول لي مصري ولا اجنبي انا هسألك لو اجنبي هنفكر نجيب دلوقتي ويجي المجلس اللي جاي يروح ممشي ولا نجيب مصري نمشي مرحلة انتقالية نلعب دورة ودية ونلعب مطشين في تصفيك كاس العالم ولا الانسى بين اعميري طيب ولا فيتوريا هيكمل انا ويجي لو عايز يكمل هيكمل اه يعني اعتقد انه لو عايز لو مصم انه يكمل هيكمل هو متوسك بالاستمرار ولكن موضوع الشرط الجزائي والفلوس والتحاد القرية اما بيحاولوا دلوقتي ان ايه بدل بدل بالتراضي بدل الستمائة تبقى يبقى يبقى نص الفلوس بالتراضي يبقى نص الفلوس كده لان خلاص هو كمان بقت حالة عامة الناس مش قابلها ودي مشكلة يعني انت كمان بعد كده انت مش هتبقى هو مش هيبقى مقبول عند الناس في الشارع فمش يعني في صيد خلاص بقى صعب يعني نعمل ايه في المدرب الأجنبي لا انت لو هجيبه دي فن الأجنبي لازم من الأول تبدأ كده تقوله انت فيه واحد مساعد مصر هيبقى معاك خوي من الأول كده هيبقى موجود معاك لان بعد الجهاز الفن الأجنبي احنا لنا طبع مختلفة احنا لنا طبع وعداد مختلفة لنا تفكيه حتى العيبة لازم حد يكون دعا تتواصل معاهم لازم تجيب حد معاهم يبقى مساعد ليه وراجل يعتمد عليه ويبدأ يشوف ويفهم منه لان برضو الأجنبي بيبقى جاي الا لو واحد بقى عنده خبرات أفريقية هو ملم بالمنتخب المصري وملم بكل منتخبات أفريقيا فهيبقى فاهم وعايف الدنيا راحة فينه جاي منه بالضبط انما خلينا بس لان الاهم من موديف فني جديد والكلام ده وزي ما قلتلك ان احنا لازم نشتغل على اللي جاي احنا احنا فكر ازاي في اللي جاي اللي جاي ده انت طالب منه ايه اللي جاي ده المفروض ان الخطة اللي هيجي النهاردة ده يتم اختياره عامل خطة شكلها عامل ازاي اللي جاي ده لازم نسيبه يشتغل بس بفكر مختلف لان زي ما قلتلك هي اصبحت صناعة انما مسألة النهاردة اني جمعية عمومية وجمعية عمومية الامور تمشي اصلا انا هاراضي الدلتا و هاراضي السعيد و هاراضي بحري ما ينفعش عايزين ناس الادارة هي اللي بتنجح اي حاجة الادارة النجاحة الادارة النجاحة طبعا اكيد يعني الادارة اللي بتنجح اي حاجة تلت اتحاده الكرة ده كم من عشرة على ايه بالزبط على مجمل اعماله اه تحت الخمسة اكيد يعني رقم تلاتة مناصر و كله مشارك فيها لا احد يتنصل من المسؤولات طبعا عايز اقولك على حاجة هو في الاول و في الاخر هاي دي امكانيات و عايز اقولك احنا ما نلومش عن الناس هاي دي امكانيات الناس اللي موجودة مش هتقدر تعمل اكبر من كده هو ده هو ده المتاح لان انا زي ما قلتلك انت النهاردة ما هترامل كم الملفات اللي موجودة في تحديك كمان بعد وجوده اعتاك الدنيا تسهلت يعني انت كان عندك الاول دوي العام و هم المسؤولين و الكلام ده انت بقى فيها وقت تتقنديها دلوقت ما تقلش هاي لا قصة دوي العام فانت قصتك كلها تلخص دوقت في المنتخبات فقط لغير بالزبط و ده اللي انت تشتغل عليه و ازاي تسوق للمنتخبات دي هو الطبيعي انه اللي بيناقش المدير الفني المنتخب مصري لو فيه مشكلة او فيه رأي اتنا شوفنا فيتوريا بعد كله مبارا بيغير ثلاثة و ده كان حتى الرأيي العام بيقوله يعني والناس على تسوشل بينه الطبيعي اللي يناقشه ويبقى عدو مجلس ادارة مهما كان اسمه ولا يبقى مدير فني الاتحاد الكورة اللي هو مش موجود اصلا هو مين مدير فني الاتحاد الكورة؟ اه مش موجود اه اللي هو مين؟ اه ما فيش معينوش حد اللي الاتحاد يبقى موجود بيحط خطة لكل المنتخبات سواء انت الناردة انت الناردة اختيارات المنتخبات تمت ازاي؟ قاعدوا في المجلس وكل واحد عرض الاسماء اللي معاه وتمشكلوها بتحكي ليه؟ لا ما بقولك اللي حصل يا بص يعني هي ما هو؟ في حاجات اعرف انت ايه يعني اه هنا سأصمت قليلا عدم التعليق افضل يعني لان انت رفض الوضع يعني هو لازم تبقى عادي بقى انت بتختارب وانان عليه كامل الاحترام لكل الناس اللي موجودة كامل 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 الاحترام لكل الناس اللي موجودة بس على اي اساس انت بيتم الاختيار وعلى اي اساس المساعدين اللي موجودين أو فيه على بات التفهم على عدم موجود مثلاً كابتن محمد شوقي أو كابتن سيد معاود أو الناس اللي اشتغلت عشان نصنع كادر أنا يعني هتكلم على شوقي بالتحديد وسيد طبعاً وسيد يعني وعرفك أنت هتجيلي بعد كده على سيد بالتحديد نتكلم بس أو ما تسبقش أنا شوقي بالنسبالي أولاً شخصية شوقي من الشخصيات الممتازة يعني أنا بالنسبالي كان شوقي موديف فني هيبقى مميز جداً جداً يعني كده كنا لازم إحنا نستغله بشكل كويس يعني دايماً الناس يا جماعة الناس في أوروبا بتصنع كوادر حتى في الدول بتصنع بتصنع يعني أنا لو عندي حد شايفه كويس أنا اللي أزوق فيه مش هو اللي يطلب فشوقي انت جبته اشتغل مع تلت أجهزة فنية تقريباً من المنتخبات الأولى خلاص راجل اشتغل طبعاً يجي يقول لك الصور ما مسكش فيها الواحدة يا عمي ما هو اشتغل مع كروش واشتغل مع إيهاب واشتغل مع قبليه كان مين اللي قبليه كان موجود مع مين قبلي كيروش كان منتخب اللهم بمعكبة شوقي كان قبل الزبط كان منتخب اللهم بمعكبة شوقي خلاص طب ما هو وانا راجل لما تديله النهاردة الفين وخمسة مين سنة فاتت وخليه يجهز طب ما هو كده كويس محتوى أنت العيب دا ولي العيب حقق بطولات العيب جاب بطولات مع النادي الأهلي يعني لما يجي يتكلم النهاردة مع العيب انت هتقتنع يعني أنا راجل عباص لما يكون قعد قدامك كده واجه أقول لك بطولات أفريقيا يجب ان يحصل فيها كذا ويحصل فيها كذا عشان نجيب البطولة لازم نعمل كذا وكذا هتصدقني صح بالظبط ليه هتصدقني عندك رصيد بالظبط كده عدده كل الحاجات دي كلها صح نفس الحكاية شوق انت بتتكلم العيب أهلي العيب احتراب العيب اشتغل مع جهزة فنية تعالي عقول للمدارس سواء مدرب أو لعب امتى امتى هتصنع كادر لأ أصلاحنا مش ما اخدناش شوق نفس الحكاية سيد معه وسيدة قعد معاه والطلب منه وكلام ده طب انت مش عايز تحطه 2005 علشان يا سيدة ماشي ابنه بيلعب في 2005 وكلام ده كده وانا مش فاهم برضو فين المشكلة وفين الأزمة طب ما تديله منتحب من المنتخبات التاني وابني طلع هو الكابتن شاوي غريب النهاردة لما وصل وصل ازاي ما اشتغل مع الدكتور محمد علي ثمان في المنتخب اللهم بعد كده رجل مسك المنتخب اللهم بعد كده بقى مساعد الكابتن حسن شاوي حتى في المنتخب الأول بعد كده مسك المنتخب الأول ما هي بتمشي كده ما هي الدنيا بتمشي كده فانت اصنع كوادة ده مش موجود ليه لانه مفيش خطة بالزبط تفهمني؟ هو بعد ما بتكون الخبرات وتديله علشان انت يبقى كادر في الآخر بتدخلوا التلاج لا في الآخر هي بتمشي بالحب بقى يعني فلان وفلان اتكلم لفلان وفلان عايز فلان وفلان زو إلي فلان ما هي بتمشي كده وده هنبدأ هنبضل للخلف هنبضل للخلف هنبضل للخلف ما ينفعش فانا زي ما بقولك انت عندك خمس شغل فضلي لو احنا هنبدأ نخطط للمستقبل وده مش عيب على فكه انت انا اتكلمت الكلام ده من فترة طويلة انا جيت في وقت ومن اوقات قلت لو احنا مش عايفين نعمل بلان يعني استعين بواحد اجنبي يجي يحط لك خطة نعكس بقى بدل ما احنا الادارة ونجيب مدرين الفنيين نعكس نجيب بقى حد في الادارة اجنبي بالضبط كده نحط لك خطة لمنتخبات اللي جاية 2009 ده لسه ما تكونش وعندك منتخب 2007 و2008 و2005 بالضبط يحصل فيها تسليم وتسلم بين اللعب اشتغل على الناس دي اشتغل على المنتخبات دي اشتغل على متابعة المنتخبات دي اشتغل على زي ما انت بتقول مديف فني النهاية ده لما يشوف المنتخب اللي لهم اقولك الحاجة مين اللي بيحسب مكالي على شكل او اداء المنتخب مثلا اللي هو لو شايف النتائج مش كويسة مين اللي بيحسب مش حاجة لها معه بركات فقط مش كده لما لما يكون المهاية ده في خطة موضوعة لمنتخبات النشئين ان انا هلعب بالطريقة دي والطريقة دي اللي احنا هنلعب بيها وده اللي هنسيبنا ونبدأ نفكر للمستقبل انت منتخب الفين وخمسة النهاردة الناس كلها راح تلعب بطولة شمال افريق صح ظهر بشكل سيء صح بالزبط هل ده زنب وقل 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 خالص ده هم النار وقل جي اه يمسك المنتخب يلا راح يلعب بطولة طب المنتخب ده كان يتكون من سنة فاتت كل الناس بتعمل كده انا لما لعبت المنتخب اللهم بقبل كده لعبت قعدت سنة ونص سنة ونص قبل ملعب المطشط اللي هي قبل المؤهلة اللومبيات وتحصيات الافريقية اللي احنا لعبناها في زنبابو وخدنا البطول سنة ونص أو سنتين المنتخب ده بيتعد انت انت عاد المنتخب ده كنت بتكلم انا وانت لما كنا بنتكلم قلتلي ده عندهم خلاص ارتباطات ارتباطات والمنتخب ده لسه بيتكون من شوهين ثلاثة فاتتة ده حقيق طب فين كل ده انت فين من المنتخب ده اللي هيبقى منتخب اللهم ببعد كده كويس ان احنا بنجي بدل يعني خيرا من القلة تأتي يعني ماشي الديني اسمه مدير فني مصري واحد يصلح حتى لو لمرحلة انتقالية في منتخب مصر فيه او مفيش لا مفيش مفيش حد يعني بالضغوط اللي هتبقى حواليه مسألة صعبة جدا مفيش يعني مفيش حد ولا الكابتن حسام حسام بص الكابتن حسام حسام طبعا اسم كبير ولا خلاف عليه طبعا لا ممكن يعني بس انا يعني يعني مش عايف ليه كيميته مش عاكبه على المنتخب يعني الناس دايما ممكن تكون شايفة ان هو صعب شوية في التعامل عصبيته زادة عن اللزوم انما انما بما اني ان انا بدي فورس لكل الناس طب مدينه فورس لو مصر لو مصر يعني يعني الوحيد الوحيد خلينا نتفق انه كابتن حسام حسن هو اللي ممكن نقول الوحيد انما لما تيجي تبص على بقية انت مصنعتش كوادة كمدريبين تقال ومفيش حد بخلي بالك الاعلام برضو عندنا بقى صعب يعني يعني الموديل الفني الاجنبي بيبقى احسن ليه انت مراجل ما بيبقاش شغل نفسه باللي بيحصل حواليه لما اي موديل فني النوائدة مصر ممكن اتقصى انت كرويش في وقت من الاوقات لما مضمش قفشة ومحمد الشريف تعمل اللي حاملة بضحى ايه هنا مش جدا؟ وبعدها استبعت زيزو بالزبط؟ اه بيتعرض الاعلام برضو او الجمهور خلينا نقول انه الجمهور وبعض من الاعلام كانوا بينتقدوا ده ولكن في نهاية كان عنده رؤى صحيحة فانت لو موديل فني مصري نفس الحكامة ده انت ماخدش فلان من الاهلي ماخدش فلان من الزمالك هتلاقي معمول عليه حملة حملة صعبة جدا جدا اختم معاك بسؤال اسمحلي يعني لو حبيت تجاوب عليه محبيتش اه يعني كزميل يعني اتكلم فيه كزميل اصبحنا اصبحت زميل دلوقت ايه خلاص بس انا بس انا بس عشان تبقى فاهم بس عشان تبقى فاهم يعني انا مش انا بعتمش نفسي موضوع الاعلام والكلام ده وكده انا يعني لا بس ده مولع الدنيا مولع الدنيا فالسؤال بتاعي والله ده تسهيل من عنده الدنيا اه هل ده مقصود يعني هو السؤال بتاعي هل ده مقصود الناس بتقول انه كابت ساب معاوض كابت محمد شوقي طلعوا وانتقدوا يعني بلاش ننتقد لفظ يعني كابتن حزم امام وكابتن محمد بركاته هل ده مترتب هل ده مقصود ولا هو كان الموضوع عادي جدا طيب بص خليني اقولك احنا يمكن انا لما بدأت بدأت مواحدة قيمة كبيرة جدا جدا كان كابتن حزمتش حاجة بالزبط مش اجيب افضل من كده ولما بتيجي تستضيف بتستضيف نجوم ليهم اسامة كبيرة سواء شوقي سواء واجبت افشا واحمد فتحي افشا واحمد فتحي كابتن سيد معوض كابتن اه بالزبط وسيد وشوقي وكان معانا مين تاني وحزم امام الصغير وكان معانا حسام عشور وكان معانا سعد السميق فيش حد انت النهار ده مثلا انت مش جايب حد صغير مش عارف يتكلم وانا مش عارف وبيقول ايه او ما بيقولش ايه حازم وبركات يعني حازم من قرب النسلية وبركات ده عشرة عم اكيد انا مش جايب حد عشان يسيق لحد ولكن انت على الهوى دلوقتي لو انا جيت راح تمتكلم على فلان الفلاني هتعمل ايه هتحول لك انت تقول لي مثلا يعني طبعا ما فيش تجاوز اه كان فيه عتاب من سيد معوض ممكن يكون بشكل قوي شوية كان فيه عتاب من محمد شوقي بشكل قوي شوية ولكن خلي بالك العتاب حتى يعني اللي هو مفهوش تجاوزات لما فيه عتاب اه طبعا يعني انا اعتقد ان سيد وبركات كابتن بركات وحازم ادق الامو هدت شوية بينهم بعض ويمكن حصل ان فيه تواصل بركات يمكن تقابل تنواف الامارات قال لي انا يعني والله انا اللي قدري التعمل احنا كمجلس وكده زعلان شوية من سيد وعاتب عليه بس في الاخر احنا برضو صحاب واحنا حبايب يعني قصدي المجال بتاعنا ده انتعايف ان احنا مفيش خصومة دايمة احنا ممكن نزعل من بعض شوية ممكن نخدم من بعض شوية كلنا ولكن في الاخر بنجع نتصالح وبنجع نتقابل وانت ما انت عندك ناس بتبقى بينك وبينهم زعل انت ممكن ان عندك بتطلع تقول مثلا معلومة بتزعل حد بس في الاخر انت لما بتقابل ده شغلك انما هو المسألة غير مقصودة تماما بالعكس بالعكس باكن كل اللي احترام للناس يمكن انا شوية حتة اختلاف شوية ان انا عندي كواليس كتير ما بيني وبيني اللعيبة عشناها مع بعض فدي يمكن شوية كلام ببقى من القلب فكله بيطل وانا الحلقة دي كانت من القلب للقلب والله ومبسوط جدا انك شرفتني ونورتني كيف تنحب بشكرك عباس طبعا وزي ما قلتلك يعني دايما متقلق وربنا يوفقك ان شاء الله بإذن الله يعني اكيد انا كمان كنت سعيد ان انا موجود معك وبالتوفيق ليك ان شاء الله بشكرك ودي كانت حلقتنا النهاردة مع عميد لعيب العالم والقائد التاريخي لمنتخب مصر وسفير الكاف لكل فعلياته نشوفكم بكرة على الالف خير اشتركوا في القناة